من مدينة عدن اليمنية جاء أحمد بحثاً عن العناية الطبية وتلقي العلاج أجرى عملية جراحية ناجحة وكغيره من المرضى واصل عمان ضمن مجموعة تقصد السياحة العلاجية التي بدأت بالتعافي في الأردن بالله جيت على أردن عشان سويت عملية المرضى وهذا قلت لثالث مرة وأنا جئ ويقدر متعاملون عوائد السياحة العلاجية بمئات الملايين من الدولارات قبل كورونا والآن يسعى الأردن لاستقطاب المرضى من مختلف الجنسيات بعد استقرار الوضع الوبائي رجعنا إلى الأعداد ما قبل جائحة كورونا تم البدء باستقبال مجموعة كبيرة من المرضى من الدول المجاورة لثقتهم بالأردن رجعوا مرة تانية عند أول فرصة لاستكمال علاجاتهم وتعمل الجهات المختصة على تسهيل قدوم المرضى إلى الأردن بقصد العلاج بدءا من تخفيف القيود على التأشيرات وصولا إلى تقديم أسعار تنافسية مقابل الخدمات العلاجية بالتزامن مع استقرار الوضع الوبائي مرضى يتوافدون من أقطار عربية وغيرها طلبا للعلاج فسياحة الاستشفاء عادت للانتعاش بعد حالة الركود التي عاشتها في ظل كورونا نايف مشاكبة اسكنوز عربية عمان